مكتوب فإن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم فإذن إذا أنا باجه بحالة الصلاة مثل ما تكلم يسوع أنه ما نصلي مثل المرائين اللي الدوافع خاطئة حتى ينالوا مجد ومديح الناس من مظاهر التدين الخارجي ولا نصلي نكرر الكلام باطل كالأمم مجرد يعني تعويز بتكرر وبتعيد وبتردد الكلمات مئة مرة وإذا أنت بدك تصلي لازم تصلي في المخدع هذه الصلاة اللي أنت فيها بشركة وبعلاقة لكن كل سياق الحديث وكل مضمون الصلاة الربانية بيتعلق بالغفران اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا إن لم تغفروا لا يغفر لكم أبوكم السماوي فإذن أحبائي الغفران شيء أساسي في ممارسة حياة الصلاة إذا أنت بدك تصلي بدك تصلي بالإيمان أنت بتصلي بالروح القدس وبتصلي بحسب مشيء الرب وطبعاً لازم كلمة الله تثبت فيك بتصلي في اسم الرب يسوع بتصلي مش طلبات أنانية لذاتك وبتصلي وإنت بتتلزز بالرب فأنت بتكون في محضر الله لما أنت بتكون في محضر الرب أنت بتتشبه للرب بصير بدك تمارس حياة طبيعة أعمال صفات يسوع المسيح في حياتك يسوع المسيح هو مثالنا تصور في هذه المدينة في أورشاليم صلب يسوع المسيح وعلى الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون وعلى الصليب قال للص اليوم تكون معي في الفردوس غفر لهذا اللص فأظهر المحبة وأظهر الغفران في أصعب الساعات وهكذا الشماس الأول استفانوس إذا بتشوف بتشوف مباشرة بوابة استفانوس وين تقليديا بقوله رجموه في هذه المنطقة قال نفس كلمات المسيح لا تقم لهم هذه الخطيئة شو اللي بوصل الإنسان إلى هذه الحالة من هذه القوة إنه يحب الأعداء وإنه يسامح ويغفر ويغفر حتى للأعداء اللي بيصلب أو بيرجم إنها حالة في مستوى عالي جدا للاختبار والعلاقة الإلهية ففعلا بقوة الزاتية صعب أغفر ممكن أقول يلا روح الله يسامحك وبس الأسى ما بينتسى يروح الله يسامحك بس ما تخلنيش أشوف وجك روح الله يسامحك بس أنت بحالك وأنا بحالك هون بيتكلم عن غفران كامل غفران أبدي غفران مؤسس على عمل يسوع المسيح الكامل بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات هذا الغفران لأنه أنا اختبرت الغفران أحبائي ونهاية أو نتيجة هذا الغفران هو استرداد العلاقة لازم العلاقة تسترد إخوتي وأخواتي فبقول للرب يسوع إن لم تغفر لا يغفر فأول شيء لازم ندرك أحبائي أنا بغفر لأنه الله غفر خطيانا الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا فالرب كم غفر لنا غفر على الصليب أنا وإنت منستحق جهنم المسيح غفر لنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر